اتكلم بقى بقية الرسائل عندنا رسالة جميلة جدا انا بيجي لي وجع جامد في سدري سككين بتقطع والوجع ده بيجي لي بيسمع في كتفي واخر مرة جاي لي سمع في رقابتي واتخنقت جامد ومدته من خمس دقايق لعشر دقايق وبيجي لي الوجع ده في عز نومي بالليل وبيصحيني من النوم وبحس بوجع موت شديد جدا وبقاله معايا اكتر من سنة وكشفت قبل كده الدكتور قال لي ارتجاع في المريء وبيروح الوجع مؤقت وبيرجع بعدها بفترة واخر مرة جاي لي الوجع ده كان من يومين بالزبط وكشفت عنده دكتور قلب وعملت رسم قلب بالمجهود واشاعة ايكو وما طلقش في حاجة وبرضه الدكتور قال لي هنحط احتمال انه يكون ارتجاع في المريء مجدي لطفي بص يا مجدي تعرف شوية حقائق كده علمية عشان ما نغلطش تعرف حقائق ايه علمية عشان محدش يغلط لما جيب ميت واحد عندهم شرية انتاجة خلي بالك معايا انا جبت ميت واحد عنده شرية انتاجة مية مية عن شرية انتاجة ما فيش شك وعملتهم رسم قلب بالمجهود من خمسة لسبعة يطلع سليم وهو عنده شرية انتاجة اللي احنا بنسميه فولس نيجاتف فولس فولس يعني ايه كاذب يعني طلع نيجاتف سلبي وهو عنده حاجة وتزيل النسبة في الستات ما نعرفش ايه تصل الى خمستاشر في المية كل ميت ست بتعمل رسم قلب بالمجهود ممكن جدا جدا خمستاشر واحدة يطلع سلبي وهي عندها هي القضية ان هي عندها عشان كده اخترع قولنا حاجة جديدة لالاشاع المقطعية على شرية التاجة ده اختراع جديد رائع رائع الاشاع المقطعية على شرية التاجة لكن الدكتور مدام قالك هو متطمن ليه؟ الاعراض بتقول بتقول دي زبحة صدرية ولا لا الوصف اللي بتوصفه زبحة صدرية مش تقلص مريء ولا ارتجاع مريء خالص اللي توصفه خمس دقايق بيسمع في كتفك بتواجع شديد ساعات يصحيك من نوم ماشي معنا فانا انصحك يا ابني انك تعمل اشعة مقطعية على الشرية التاجة تاني هتعمل اشعة مقطعية عشان حيبان حيبان هل في ضيق في ضيق هيتوسع عايز جراحة ولا عايز دعمات هتعمل اصطرة بعد ده عشان الدعمات او اذا كان جراحة برضو هتعمل اصطرة المهم ان احنا نشخصك الطب الهدف الاول والاخير منه هو التشخيص لو شخصت حالة غلط خلص العين راح مني راح ده بقولك ده ارتجاع مريق وانت زبحة صدري لا ما ينفعش كل اللي قلته انا طبعا محترم جدا الدكتور شافك محترمه جدا وقد تكون ده تقلص مريق جدا جدا يعني بس انا ما اتطمت الوصف اللي انت بتوصيفه الاول مخيف شوية كونك عملت رأس مقلبي مجهود وطلع ما فيهوش حاجة ده مش دليل على انه ما عندكش حاجة لانه عندنا نسبة بيطلع سليم ويبقى فيه حاجة عشان كده عملون حاجات كتير عملوا مسح زر مسح زر بالمجهود نشوف الاول العضلة خدت ايه من المادة المشعة بعدين نجريه نشوف فيه حتة نقصة يعني فيه نقص دم ولا لأ ان الدم هو لشائل المادة المشعة فلما يبقى مادة المشعة ما تبانش يبقى الدم مجهاش ايه ادقى الف مرة من رسم القلب بمجهود طلع فيه حاجة هعمل اسطرة او هعمل اشعة مقطعية على الشران فاحنا ما ناخدش الامور بسهولة كده ناخدها بجدية ليه لكلمة واحدة يعني الرسالة دي نطلع منها بايه رسالة مجدي لطفي ان مش كل واحد عمل رسم المجهود وطلع سلبي سليم مش كل واحد لازم الاول الكشف واسمع العين كويس جدا جدا لانا ساعات اسمع عيان كتير جدا تسمع العيان من كلامه تبعته على القصارة دخلي والله تبعته على القصارة دخلي لا تأمل اسمها البعادي ولا بالمجهود ولا اي حاجة ده شريتك من كلام العيان فاحنا ما بناخدش الامور لايت كتا بناخدها بدقة بكلام العيان انت يا مجدي اما تعمل اشعة مقطعية على القلب اما تروح لدكتور قد يطلب لك اسطرة طلع الحاجات دي كويسة نضرب تعظيم سلام ونقول لك 1000 1000 شكرا انت زي الفل